السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة حول التطور الفكري في الإدارة يقدم لكم الدكتور داود المحمد دكتورة في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية الدولية في كل العلوم دائما هناك تسلسل منطقي لتطور الأفكار وهذه العلوم لم تأتي دفعة واحدة وإنما هناك مجموعة من المدارس ومجموعة من الاتجاهات ومجموعة من النظريات التي تحكم هذا العلم وقد اتفقنا على أن الإدارة هي علم وهي فن في آن واحد وبالتالي فهذا العلم له مسيرة طويلة من عمليات التطور التي ما أن تمت الحاجة إليها في السوق والحاجة إليها في الحياة بشكل عام وبالتالي ما أن أكتمل هذا المصطلح حتى وجد العديد من المفكرين والعديد من المبدعين في هذا المجال والذين طرحوا العديد من الأفكار الإدارية التي ما انطبقت في الشركات حتى أتت بنتائج على الأرض الواقع ونتائج عملية جدا في هذا الموضوع الفكر الإداري الذي حكم هذه الاتجاهات هو ليس بمدارس أن نقول أنها مدارس من حيث المكان وإنما هي عبارة عن تجمع من العلماء وتجمع من الباحثين وتجمع من المفكرين الذين آمنوا بأفكار معينة حول هذا الموضوع من الإدارة أو حول مصطلح الإدارة بشكل عام وحول رؤيتهم للإدارة بشكل عام وذلك خلال حقبة زمنية معينة في هذا السياق فنحن عندما نتحدث عن هذا العلم لم يكن على وضعه الحالي منذ عشرات السنين ومنذ مئات السنين في هذا الموضوع بل كان هناك مجموعة من الأفكار التي تتزامن مع الأفكار الاقتصادية الموجودة والتي يطرحها العلماء في هذا المجال لكي تدار الشركات في هذا السياق ولكي توضع لمسات للعمل في هذا الموضوع علما أن الفترات السابقة كانت هي فترات الاحتكار التام واحتكار القلة وبالتالي فهذه الفترات كانت كل ما هو منتج سوف يباع والشركات محدودة جداً والسوق واسعة جداً ولا تفي الشركات بالطلب الموجود في الأسواق مهما كانت نوع المنتجات الموجودة لذلك فهذه الحاجة إلى العمل الإداري يعني تفرضه الحالة التنافسية على أرض الواقع تفرضه الحالة التنافسية على أرض الواقع ففي البداية يعني عندما جاءت هذه المدارس وحكمت هذه المدارس الفكرة في فترة زمنية معينة فهي تركز على نوع الاقتصاد الذي يحكم في ذلك الوقت ويعني الحالة الاقتصادية الموجودة والعرض والطلب وإمكانية الشركات للتحكم في السوق أو إمكانية المستهلكين للتحكم في الشركات وعلى ذلك تنتقد هذه المدارس وتظهر فيها بعض الجوانب الإيجابية عندما نقوم بدراسة هذه الأفكار فالمدارس عادة يعني صنفت إلى العديد من التصنيفات فبدأت التصنيفات بالمدارس أو المدرسة الكلاسيكية التقليدية ومن ثم جاءت المدارس العلاقات الإنسانية والمدارس الحديثة المتنوعة التي نشهدها اليوم في هذا السياء عندما نتحدث عن مفكري هذه الحقبة الزمني والذين كانوا في ذلك الوقت يكتبون في علم الإدارة والذين يرون أن الإدارة في ذلك الوقت يجب أن تكون لديها إمكانيات حازمة وأعمال جدا منضبطة ودقيقة جدا من أجل ماذا؟ من أجل الاستفادة من العامل قدر الإمكان في هذا الموضوع فهذه الفكرة التي تلاقت عليها جميع أفكار الأشخاص الذين قادوا هذه المرحلة هي فكرة أن العامل الموجود في الشركة هو بمثابة وسيلة مادية وهو شبيه بالآلة وهذه الآلة يجب أن تنتج في تمام الساعة الثامنة مثل إنتاجها في تمام الساعة الثالثة وبالتالي فالعامل يجب أن لا يتراجع مستواه ويجب أن لا يعاني من أي مرض ويجب أن لا يعاني من أي تدمر أو تردد في هذا الموضوع وبالتالي لماذا؟ لأن السوق جدا فيه طلب واسع وهناك إمكانيات قوية جدا في السوق ونحن بحاجة لهذا الموضوع وعندما نقول نحن بحاجة إلى إنتاج كبير وكبير جدا في هذا الإطار فنحن نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى آلات ونحتاج إلى عمال يقفون على هذه الآلات ويعملون من أجل تلبية الطلب الموجود في السوق فالرأس مالي الشخص الذي يمتلك الشركات والشخص المدير والشخص المالكي الشركات يهمهم الأرباح وهذه الأرباح موجودة في السوق لكن تحتاج إلى المزيد والمزيد من الإنتاج لذلك نحاول قدر إمكان أو حاول قدر إمكان هؤلاء المفكرين أن يقوم بتغطية الجانب الإداري الذي يجب أن يتعامل مع هذه الحالة وهذا الضرف لذلك تأتي عملية النظر إلى الإنسان كآلة يجب أن يعمل إذا أنتج يجب أن يحفز هناك مكاسب مادية هناك عملية تحفيز هناك دفع للأجور هناك أخطاء هناك مشاكل هناك عقاب صارب في هذا الموضوع هناك تقليل هناك حاطرد هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن يعاقب عليها العامل مجرد أن قصر في إنتاجه في هذا السياق فهذه المدرسة عادة يحكمها أو من منظريها هم عبارة عن فريدريك تايلور ماكس ويبار وهؤلاء قد طرحوا جل أفكار هذه المدرسة في هذا الموضوع هذه المدرسة تقول أنه لا بد من تقسيم العمل لا بد من تقسيم العمل كيف نقسم العمل؟ نقوم بتجزئة العمل الموجود في الشركة إلى جزئيات صغيرة بحيث نستطيع أن نستخدم جميع خبرات المنظمة الموجودة من أجل هذا الموضوع وعندما يتكرر وجود هذا الشخص على هذه الجزئية وينجز هذه الجزئية بتكرار سوف تكون مهارته جدا مرتفعة في هذا الموضوع وسوف تزداد إنتاجيتي في هذا السياء من حيث التنظيم ترى هذه المدرسة أنه لا بد من أن يكون هناك تدرج هرمي في هذا السياء يعني لا بد أن تكون لدينا إدارة عليا ولدينا إدارة وسطى ولدينا إدارة تنفيذية ولا بد لكل موظف وكل عامل في الشركة أن ينضبط في عملية التسلسل والتتابع الإداري الذي يسير عليه في هذا الإطار لذلك فهو يجب أن يتسلسل في عملية الانتقال وينتقل بسهولة وتدرج من أجل العمل في هذا السياء كذلك لا بد من ضبط نشاط المنظمة والعاملين بمجموعة من القواعد الصارمة بمجموعة من السياسات بمجموعة من الإجراءات وبالتالي فهذه الفكرة جاءت من أجل عندما يتم رسم هيكل للشركة لا بد أن نقوم بضبطها وتطويقها بالعديد من السياسات والإجراءات وهي أفكار جبارة في العمل المنظمي في هذا السياء تركز هذه المدرسة على أن الإداري الناجح هو الذي يدير عمله بطريقة رسمية وغير شخصية يعني يجب أن يبتعد عن الشخصنا يجب أن يلتزم بالنظم ويجب أن يلتزم بما هو موجود من قوانين ولوائح تنظيمية موجودة حتى يستطيع أن يؤدي الأعمال المطلوبة منه بتقنية عالية عندما يخطئ العامل عندما يخطئ ولا ينجز عندما تتكرر أخطائه عندما يجب أن يعاقب يجب أن يعاقب لكن هذا الموضوع مهم جدا لكن بالنسبة للعمل والروتين المبني في هذا الموضوع هو أساس الكفاءة وبالتالي لا تستطيع أن تحصل على إجازة بدون أن تقوم برفع طلب يمكن أن يشتمل على عشرات التواقع لا تستطيع أن تحصل على يعني مثلا سلفة راتب لا تستطيع أن تنتقل من قسم إلى آخر هناك العديد من الإجراءات الطويلة والمعقدة من أجل إنجاز العملية وبالتالي فهذه النقاط التي معظمها تشترك فيها أو يشترك فيها الأشخاص القائمين في هذا أو في هذه المدرسة كما قلت لكم من منظري هذه المدرسة لدينا فريدريك تايلور هنري فايل ماكس ويبر وبالتالي فتايلور ونظرية الإدارة العلمية التي نادى بها هي تقوم على أن العمل يجب أن يجزى إلى مراحل يجب أن يكون لكل مرحلة توقيت معين يجب أن نقوم بضبط الحركة وضبط جهود العامل وتدريبه والمنادى بالتخصص على هذا العمل وبالتالي يجب أن تكون هناك عملية إشراف صارمة في هذا الموضوع حتى تنجز هذه النقاط بالدقة المطلوبة أما بالنسبة لهنري فايل فقد ركز على العمليات وهذا التركيز الذي جاء عادة جاء من حيث كما قلنا في المبادئ السابقة والتي عادة ما يطلق عليها بالمبادئ الأرباطعش الموجودة في مجال الإدارة والتي تقول أن الإدارة يجب يعني يجب أن تركز على مبدأ تقسيم العمل وكذلك يجب أن يكون هناك تنظيم ويجب أن تكون هناك علاقات ويجب أن يكون هناك وظائف محددة بهذا الموضوع هناك من يخطط وهناك من ينظم وهناك من يشرف وهناك من يوجه وهناك من يراقب يجب أن تكون الأعمال جميعها رسمية في هذا السياق وكل هذه تعتبر من المبادئ التي ركز عليها وطرحها في ذلك من أجل ضبط العملية الوظائف الموجودة في هذا السياق أما ماكس ويبر فقد ركز على أن هناك مفاهيم متعلقة بموضوع السلطة أهم شيء وهذه المفاهيم عادة ما تكون تتعلق ب يعني توزيع السلطات وتحميل المسئوليات بشكل يتناسب مع هذه السلطات من أجل أن يتمكن الآلة البشرية أو ما يسمى بالأفراد الآلة البشرية جاءت هذه التسمية لأن المدرسة بشكل عام تنظر إلى العامل على أنه آلة وبالتالي فالنظرة المادية المجردة هذه بعيدا عن الظروف الإنسانية كانت محط انتقاد لهذه النظرية ومحط يعني ذكر سلبيات هذه النظرية بشكل عام يعني تقريبا في هذا الإطار بشكل عام لذلك فإن أهم هذه الانتقادات التي جاءت لهذه المدرسة أنها لا تهتم بالنواحي الاجتماعية والنفسية للإنسان وسلوك الإنسان وبالتالي هذه الإدارة بنيت على أن الفرد يتجاوب فقط مع المحفزات المادية يعني بمعنى إذا قلنا لأي فرد أنه أخي أنا راح أعطيك مثلا راتب وليكن مثلا ألف دولار فيكون إنتاجه خمسمائة قطعة إذا قلت له راح أعطيك ألف ومئة راح يكون مثلا ألف مثلا مثلا ستمائة قطعة وبالتالي فإن هذا التحفيز المادي هو الأساس في عملية ماذا؟ في عملية التعامل في هذا الأشياء من الإدارة وكذلك تقوم هذه المدرسة على أساسية أخرى بأن الإنسان يفكر بالكسب المادي يفكر بالكسب المادي في هذا الموضوع لذلك إذا حفزناه ماديا إذا حفزناه ماديا يمكن أن نحصل على نتائج جيدة وهذه النتائج يعني يعني مرضية لصاحب العمل ولرب العمل في هذا السياق لذلك فإن الأفراد عادة ما يفترض أنهم يجب أن يعملوا كما الآلات الموجودة في المصنع وبالتالي يعاملوا بطريقة نمطية وطريقة روتينية وبالتالي يجب أن يؤدوا المهام أيا كانت ظروفهم النفسية والسيكلوجية في هذا السياق لذلك فإن هذه المدرسة تعرضت لانتقاد قوي في هذا المجال وإذلك جاءت النظرية الأخرى التي تهتم بالجانب الذي أغفلته هذه النظرية وبالتالي رواد مدرسة تسمى بمدرسة العلاقات الإنسانية في العمل أنها تركز على الجانب الإنساني الذي أغفلته المدرسة التقليدية أو الكلاسيكية كما هو متعارف عليه كما قلت لكم أن هذه المدارس هي عبارة عن تجمع لمجموعة من الباحثين والعلماء الذين يعتقدون هذه الفكرة وهذا الاتجاه ويتبنون هذا الاتجاه كالتون مايو واشستر بيرنارد وهيربرت سايمون ماري بوليت وغيرهم من الأشخاص الذين طبقوا بعض التجارب حتى في مصانع هاوثورن في الولايات المتحدة وهي مشهورة لالتون مايو وزملائه في هذه الشركة عندما أظهروا أن الإنسان يستجيب لمحفزات أخرى غير المحفزات المادية ليس دائماً المحفزات المادية هي الأساس وإنما هناك محفزات أخرى لها جانب قوي واهتمام قوي ذلك حاولت هذه المدرسة أن تهتم بالجانب الذي أهملته المدرسة السابقة لكن ابتعدت كثيراً في هذا الاهتمام وغالت وباء وهناك مغالاة في الموضوع في هذا السيئة ذلك قدر إمكان لا يوجد حل وصف بين هذه المدرسة والمدرسة السابقة بل هذه المدرسة تهتم بإنسانية العامل وبظروفه وبأخلاقه وبمعنوياته وكيف نحفز هذه المعنويات وكيف نكسب ولائه وكيف نستجيب له وكيف يمكن أن تعامل وبالتالي جاءت بطريقة معنوية بطريقة نظرية أكثر مما تكون بطريقة عملية كما المدرسة السابقة التي تركز على التطبيق العملي في هذا الموضوع عندما نأتي إلى مبادئ هذه المدرسة التي تجمع بين هؤلاء المنظرين في هذه المدرسة فإن السلوك الإنساني هو مقوم أساسي من مقومات الكفاء فالسلوك الإنساني عندما نقوم بتحفيزه بكل الوسائل فإن الإنتاجية تزداد هكذا الافتراض الذي تقوم عليه المدرسة لذلك فنحن بحاجة في هذا المكان إلى قيادة إدارية وليس إدارة كما كانت في المدرسة السابقة تطبق عملية عملية علمية وعملية رسمية بعيداً عن الشخصنا في هذا الموضوع ذلك نحن نحتاج هنا إلى إدارة إلى قيادة وهذه القيادة لها فن تأثير في الأفراد وفي سلوك الأفراد وبالتالي نحتاج إلى الزعيم نحتاج إلى القيادة نحتاج إلى الشخص الذي يستطيع أن يشحد همم العاملين قد لا يكسبهم أشياء مادية لكنه قادر على رفع معنوياتهم قادر على رفع يعني قدراتهم من خلال التأثير فيهم ومن خلال اعتباره القدوة التي يجب أن يقتدى بها وبالتالي في هذا الإطار يمكن للشركة يمكن للشركة أن تستفيد من هؤلاء العاملين الإدارة الديمقراطية أفضل من أجل إدارة العامل كيف يكون ذلك؟ ونحن كنا ننادي بالبيروقراطية وكنا ننادي بالرسمية وكنا ننادي بهذه الأشياء جميعها وتأتون أنتم إلى عكس الاتجاه تماماً في هذا الإطار وتنادون بالديمقراطية وإشراك العامل في عملية صنع القرار ومشاركة العامل ومشاورة العامل ومساهمة في وضع السياسات ومساهمة في صياغة الإجراءات وكل هذه البنود التي تظهر وترسم مظاهر الديمقراطية فهذا هو الأساس في هذه النقطة الاتصالات الإدارية أيضاً مهمة في المنظمة لتبادل المعلومات فالاتصال مفتوح والتفاعل الاجتماعي مفتوح بينما عملية الاتصال في المدرسة السابقة الكلاسيكية هي عملية رسمية جداً هناك اتصالات هابطة من الإدارة العليا تتضمن أوامر وتتضمن قرارات وتتضمن سياسات وتضمن إجراءات وهناك اتصالات صاعدة من الأسفل إلى الأعلى تتضمن رجاءات وتتضمن طلبات من العاملين أما الإدارة في المدرسة أو في هذا الاتجاه فيمكن أن يكون هناك عملية الباب المفتوح وسياسة الباب المفتوح ويمكن للعامل أن يلتقي بمديره أو يتجاوز حتى المدير ويلتقي بالإدارة من خلال اجتماعات ويمكن أن يطلب طلباته وهناك تفاعل وبالتالي فالتركيز على القضاء على الحواجز في هذا السياق لذلك ظهر ضمن التنظيم الذي هو عبارة عن ضغط في العلاقات الاجتماعية التي تربط بين مجموعات الأفراد ظهر ما يسمى بالتنظيم غير الرسم هناك ما يسمى بالتنظيم الرسم وهنا ما يسمى بالتنظيم غير الرسم أصبح الموظفين يعني يمكن أن يتداولوا يمكن أن يتداولوا بعض الرؤى ومن ثم يذهبوا للإدارة ويضعوها بصورة الوضع ويمكن أن يبرزوا بعض الآراء والانتقادات للإدارة وغيرها وبالتالي فهذا الجانب المحوري في عملية مدرسة العلاقات الإنسانية طبعاً جل هذه الأفكار تركز على حرية الإنسان في العمل وجل هذه الأفكار لخصت في الجانب الإنساني للمنظمة وهو كتاب شهير لدوغلاز مارك جر فهذه الكتب هذه الكتب مهمة جداً لماذا؟ لأنها تحمل أفكار مدارس وهي ليست منسوخة من مدارس أخرى وإنما جاءت بناء على تطور الأفكار التي أنتقدت بها المدارس السابقة لذلك ماك جيرو جور قدم هذه القيام وركز على هذه القيام ضمن هذا الكتاب الذي عادة ما يكون تقريباً صنف ما يسمى فيه يعني بمعنى هناك مدرستين متناظرتين هما الـ X والـ Y أحدهما تفترض أن الإنسان بطبعه يحب العمل وطبعه يحب شغوف وإنسان الأخرى تكون بأفكار مغايرة وتقول أن الإنسان عادة هو شخص كسول وشخص لا يحب العمل ولا يمكن تحفيزه إلا من خلال العقوبات وغيرها وبالتالي فهذه المحاكاة لهذه الحالة الإنسانية طورت هذه الأفكار لنصل إلى فكر هذه المدرسة الذي يركز على حرية كبيرة في الأفكار وحرية كبيرة في التعامل وهناك مد كبير وأعطاء قيمة للإنسان في العمل في هذه الشركات بشكل عام الانتقادات التي تعرضت لها هذه المدرسة أنها لم تتطرق كثيراً للجانب العملي الموجود في الواقع ركزت على الجانب الداخلي الخاص بالعاملين وابتعدت وأهملت الجانب الخارجي والبيئة الخارجية ونحن لا نستطيع أن نعمل بمعزل عن البيئة الخارجية وأن العمل هو عنصر ثابت لا يتغير مع تغير الزمن لذلك فيجب أن نركز على الإنسان الذي هو أساس هذا العمل وأساس هذا الإنجاز وبالتالي فالبيئة الخارجية مؤثر كبير على الشركة وعندما نقول أن الشركة تعمل لا تستطيع أن تعمل بمعزل عن البيئة الخارجية ولا تستطيع أن تتقد قراراتها بدون أن تدرس تأثير البيئة الخارجية لماذا؟ لأن البيئة الخارجية كما نحن ندرس نقاط القوة والضعف اللي موجودة في الشركة من داخلها فنحن يجب أن تتيح لنا عادة أن تتيح لنا البيئة الخارجية العديد من الفرص وتظهر لنا العديد من التهديدات التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار وهذا ما ركزت عليه الإدارات في المستقبل والتي شملت وجمعت وتجاوزت جميع انتقادات المدارس اللي احنا حالياً تناولناه المدرسة التجربية وهي التطور الثالث في حقل الإدارة فهي عادة تركز على الأسس العلمية التي تقوم عليها الإدارة وهي تركز على مهنية العملية الإدارية وبالتالي فهي تقول بأن الإدارة مهنة وهذه المهنة لها جوانب ويجب أن نلتزم فيها وعلى رأسها أن لكل رئيس قسم لكل مدير لكل رئيس شعبة مجموعة من المهام مجموعة من المسئوليات مجموعة من الواجبات التي يجب أن تحدد ببطاقة وصف وظيفي ويجب أن توصف هذه الوظيفة وتوضح هذه المهام لكل هؤلاء الأشخاص تنادي أو ينادي أصحاب هذه الفكرة بتضييق نطاق الإشراف ويقولون أن الإشراف عندما تكون الوظائف متنوعة والمهام متنوعة والأعمال متنوعة فيجب تضييق نطاق الإشراف يعني بمعنى العامل الواحد المشرف يجب أن يكون لديه عدد قليل من المرؤوسين الذين يشرف عليهم حتى يستطيع أن يعمل بإنتاجية جيدة في هذا الموضوع لأن نطاق الإشراف كلما اتسع كلما زاد الضغط على هذا الرئيس وهذا المدير وهذا عادة ما يتبع للأعمال التي يجب أن تكون يعني تقريبا مؤداها باتجاه واحد والمقصود بذلك أن الأعمال التي تؤدى بهذه الطريقة أن الأعمال التي تؤدى بهذه الطريقة هي ماذا؟ هي عبارة عن أعمال تتشابه يعني بمعنى لدي خمسمائة عامل خمسمائة عامل يقومون تقريبا بنفس العمل جميعهم يقومون بعملية الكوي في قسم الكوي بشركة الألبسة فهذا يعني فهذا يعني أن العاملين في هذا الإطار سوف يكون الإشراف عليهم سهل في هذا الموضوع يعني هناك إمكانية للإشراف عليهم من مشرف واحد أو مشرفين وبالتالي كلما تشابهت المهام والوظائف والأعمال كلما سهل الإشراف عليها وبالتالي زاد نطاق الإشراف كلما تنوعت الوظائف وتعقدت الوظائف وتنوعت الإنجازات كلما أصبح من الصعب جدا توسيع نطاق الإشراف لذلك فهذه المدرسة تركز على العمل على تضييق نطاق الإشراف التأكيد على وجود درجة كبيرة من التفويض في المسؤوليات اليومية مع وجود ضوابط رقابية في هذا الموضوع نعم لا نستطيع أن ننجز جميع الأعمال نحن نستطيع أن ننجز الأعمال التي يصعفنا الوقت ويصعفنا الإمكانيات والمهارات بذلك فإذا أبقينا على السلطات موجودة لدينا فلن نستطيع أو لن يستطيع غيرنا مساعدتنا في هذا الموضوع لذلك يجب وهذه إضافة تضاف إلى المدارس السابقة يجب أن يكون لدى الإدارة قدرة على عملية التفويض ولدى يجب أن يكون لديها تقبل لفكرة تفويض السلطات وتحميل العاملين مسؤوليات يعني في هذا الإطار المدرسة التجريبية بهذا الشكل تعرضت لمجموعة من الانتقادات في هذا الموضوع لكنها أيضاً أضافت قيم جديدة وأدخلت العديد من الأشياء الجديد فكثيراً من منهم من أطلق بأنها تشبه المدرسة الكلاسيكية لأنها تركز على الإنتاجية والعمل بكفاءة وتبتعد كثيراً عن المراعاة المشاعر البشري لكن رواد هذه المدرسة رواد هذه المدرسة يعني حاولوا قدر الإمكان أن يخففوا من هذه الانتقادات خلال يعني العديد من الأفكار التي يعني تدعم عملية مثلاً أو تسير باتجاه جانب العلاقات الإنسانية في هذا الموضوع وخاصة في مجال تفويض السلطات مثلاً تحمل المسؤوليات الشعور بالإنجاز من قبل الآخرين وبالتالي فهذه نقاط يعني تم إضافتها وحديثة في هذا السياق المدرسة الجديدة والتطور الفكري الجديد هو مدرسة النظم الاجتماعي وبذلك مفكري هؤلاء هذه المدرسة ينظرون إلى الشركة على أنها نظام وهذا النظام مثله مثل الإنسان يتفاعل مع حوله مع من حوله ويستفيد ويفيد من حوله وبالتالي فهي تحاول قدر إمكان أن تأتي بمدخلات من الواقع ومن البيئة الخارجية وهذه المدخلات التي نستفيد منها عادة تكون بشرية أو مواد أولية أو فنية أو غيرها وبالتالي جميعها تعتبر أساسية من أجل أن نقوم ببعض العمليات الموجودة وهذه العمليات تقوم بماذا؟ بإجراء إضافات أو تعديلات على الأساسيات التي كانت على شكل المدخلات من أجل تحويلها إلى مخرجات وهذه المخرجات هي عبارة عن منجزات المنظمة سواء كانت سلع أو خدمات وهي بما أنها تركز على النظم فهي تعتمد على أنها يجب أن تدرس أفكار الآخرين ويجب أن تنتظر وترى ما هو رأي الآخرين في هذه المنتجات لذلك هذا ما يسمى بالفيدباك أو التغذية الراجعة التي تأتي من البيئة الخارجية وبالتالي في المؤثرات الموجودة في البيئة الخارجية تؤثر بشكل مباشر على المنظمة لذلك لا بد من أخذها بعين الاعتبار في ضمن هذا الموضوع وهذا الشكل يمثل ما يسمى بمدرسة النظم المنظمة هي عبارة عن نظام يقوم بأخذ مدخلات من البيئة الخارجية يجري عليها مجموعة من العمليات لتأتي بمخرجات وهذه المخرجات سوف نقوم بقياس اتجاه استخدامها من البيئة الخارجية ومن ثم نبدأ بالتعديل والتطوير وهكذا حتى يعني نستطيع أن نطور من الشركة بشكل عام ونحقق قيمة مضافة للشركة بالنسبة بالنسبة لمدرسة النظم الاجتماعية هناك ما يسمى بنظرية الموقف نظرية الموقف أن كل شيء في الشركة يجب أن يعتمد على الموقف الذي يظهر أو يظهر في هذه الشركة وبالتالي فيجب أن نتخذ قراراتنا بناء على المواقف التي تظهر في هذا الموضوع لا أن ننتظر لأن أحنا والله لدينا خطة إنتاجية يجب أن نطبقها في هذا السياق يمكن أن نقول بأن الموقف مثلا وجود كوفيد 19 أدى إلى تقليص الطلب على منتجات الشركة فيمكن أن نوقف الإنتاج في هذه السياق يمكن أن نسرح العاملين يمكن أن نزيد عدد العاملين يمكن أن نتصرف وفقا للمواقف الموجودة في هذا السياق فالمواقف الموجودة في هذا السياق مهمة جدا في هذا الإطار وهذا التطو عندما نبحث في الانتقادات التي وجهت لنظرية النظم الاجتماعية فعادة ما يقولون أن هذا الموضوع بعيد عن الجانب التطبيق وهذا الجانب التطبيقي أدى إلى أننا نركز كثيرا على أين مدخلاتنا ما هي العمليات ما هي المخرجات ما هو رأي الشارع فينا وبالتالي هذه الحلقة الدائمة أدت إلى فقدان المرونة وضعف الروح المعنوية لدى العاملين في الشركات وبالتالي قل ولاءهم للشركة بشكل عام وبالتالي في هذا السياق يعني بدأت الإدارة تأخذ نهجا آخر وتطورت الإدارة وأصبحت الإدارة تركز على جوانب يعني متقدمة في هذا الإطار وبالتالي بدأ العصر الحديث من الإدارة الذي يحاول قدر الإمكان الاستفادة من يعني انتقادات النظريات السابقة فضلا على ذلك ظروف المحيطة في الشركات هذه الظروف المحيطة في الشركات أدت إلى الحاجة للاهتمام بالمنتج وبالبشر وبالمنظمة ككيان حي وفعال وهذا الكيان لا بد من يعني صيانته ولا بد من الاهتمام به وهذا الكيان لا بد من تنميته حتى يبقى ويسود بسبب المنافسة القوية التي تسعى أو التي تعيشها الشركات لتاريخ اليوم لذلك فالفكر الإداري الحديث بدأ بالنموذج الياباني في الإدارة والنموذج الياباني في الإدارة ليس بالنموذج المجهول ونموذج جيد وصدرته أو المدرسة اليابانية في هذا السياق يعني لديها الكثير من القيام التي تطبق في هذا المجال وهذه القيام تقوم على التعاون وتقوم على الثقة وتقوم على النظافة وتقوم على تقسيم العمل وتقوم على تدوير العاملين على الأعمال المقسمة وبالتالي فهؤلاء العاملين سوف يكتسب خبرات خلال فترة قصيرة من الزمن لإنجاز جميع المهام لذلك في حال غياب العامل يمكن أن يكون هناك عامل آخر ينوب عنه وهناك تركيز قوي في هذه المدرسة على جانب العمل الجماعي ومحور الإدارة اليابانية ونجاح الإدارة اليابانية يقوم على الابتعاد عن الفردية والنهج باتجاه العمل الجماعي ثم من نفس الإدارة اليابانية تقريبا ونفس الأفكار التي ظهرت في هذا المجال يمكن تم وجود ما يسمى بإدارة الجودة الشاملة أو وجدت إدارة الجودة الشاملة ووجدت بعض المفاهيم التي تطورت مثل ضمان الجودة ومثل قياس الجودة ومثل ضبط الجودة ومثل رقابة على الجودة وغيرها من هذه الأشياء ومثل يعني هذه الأفكار تطورت لدى رواد إدارة الجودة الشاملة مثل إدوارد ديمينج وغيرهم من الأشخاص إشيكاوا وغيرهم من هؤلاء أشخاص من الأشخاص الذين يعني قاموا بالتركيز على مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في هذا السياء وكلمة إدارة الجودة الشاملة لا تعني إدارة بحد ذاتها موجودة كشركة أو كقسم في الشركة وإنما هي فلسفة موجودة في الشركات وهذه الفلسفة تركز عليها الشركات بشكل أو بآخر من أجل التزام الذاتي للعاملين من أجل الضمان من أجل الروح المسؤولية من أجل العمل الجماعي من أجل الثقة من أجل المصداقية من أجل كثير من القيم التي يجب أن تزرع في هذا الإطار هناك أبعاد كثيرة للمنتج الذي يتميز بالجودة وهذه الجودة قد يتميز بالمتانة وقد يتميز بالموثوقية قد يتميز بالصلابة وقد يتميز بالنوعية وقد يتميز بالأداء الجيد فالشركات أصبحت تركز بشكل قوي على هذا الجانب وتقول الشركات التي تنهج إدارة الجودة الشاملة أنها توفر لك خدمات يجب أن تؤدي إلى إسعاد العميل وليس فقط أن تؤدي الخدمات بالطريق الصحيح فعادة الجودة هي الملاءمة للاستخدام والملاءمة للاستخدام يعني أن هذه المنتجات وهذه الخدمات قد وافقت ماذا ما يدور في ذهنك العبعد من ذلك الآن جاء التطور فيما يتعلق بدارة الجودة الشاملة لأن نقود أفكارك لما أنت لا تدركه الآن لذلك تجدون أن شركات مثل شركة آيفون وغيرها الأبل دائما تطرح منتجات تفوق قدرة الشخص على التفكير بها وبالتالي أصبحت تقود العميل وتقود توجهاته وتقود أفكاره وتقود رغباته في هذا الموضوع لذلك فإن نموذج إدارة الجودة الشاملة هو نموذج يعني تؤلف فيه كتب ومراجع في هذا السياق والحديث هنا عنه هو حديث مختزل ومختصر في هذا الإطار الثقافة التنظيمية والمنادى بما يسمى بالثقافة التنظيمية مهم جدا فالمنظمة مثلها مثل المجتمع الموجود لها عادات ولها تقاليد ولها قيم ولها معتقدات تؤمن بها وهذه العادات والتقاليد والقيم وغيرها هي مصدر إلهام للمنظمة وللعاملين في المنظمة فبدأ الأفكار والمنظرين في هذا المجال يركزوا على هذه النقاط القيم والعادات قيم الصدق قيم الانضباط قيم الموثوقية قيم التعامل قيم الانضباط الذاتي قيم المتابعة قيم المحافظة على ملك الشركة كلها عندما يتم زراعتها في أذهان العاملين وتصبح عادات وتصبح تقاليد موجودة وعراف موجودة في هذه الشركة فأنها توفر الكثير من التكاليف وتحد للكثير من الإجراءات العقابية في هذا السياق لذلك كثير ممن يتبنى ثقافة المنظمة ويتبنى أفكارها وقيمها وتقاليدها سوف يكون يعني أو سوف تكون هذه الشركة قد ساهم بشكل أو بآخر إلى تقليل التكاليف لأن عادة ما يتم تطوير قيم صحيحة وبالتالي يجب على الإدارة والفكر الإداري أن يدير هذه الثقافة لتكون صحيحة وإلا عندما تتطور ثقافة الفساد فتصبح عادة ويصبح تقليد لهذه الشركة وتأخذ سمعة سيئة في هذا الإطار والسبب هو عدم قدرتنا على زرع قيم جيدة وعدم قدرتنا على زرع معتقدات وعراف يؤمن بها العاملين وتكون صحيحة وتتزامن وتتطابق وتدفع باتجاه العمل الصحيح في الشريك النظرية الجديدة أيضا في هذا السياق هي ما يسمى بالهندرة أو إعادة الهيكل فيجب أن نكون قادرين على إدارة التغيير في الشركات والإدارة مهمتها هذه فعندما تقوم بإعادة هيكلة الأعمال وإعادة هيكلة العمليات وحذف بعض الوظائف وإضافة بعض الوظائف ودمج بعض الوظائف وعزل بعض الوظائف وبالتالي فنتيجة الهيكلة أو هذا التحديث الموجود الرفريش الموجود سوف يخلق أو يبث الدماء الجديدة في الشركة سوف يزيد من تدفق وإمكانيات الشركة بشكل عام وهذه متطلبات أساسية للشركة يجب أن لا تبقى الشركة على مرضها يجب أن لا تبقى الشركة على النقاط التي تقوم بها في هذا الإطار يجب أن تقوم الشركة بدفع هذا الاتجاه باتجاه ماذا مقاومة التغيير لا يجب أن نخفف من هذه المقاومة يجب أن ندمج يجب أن نحسن من العمل في هذا الإطار عندما نتحدث عن المعرفة وهذه المعرفة الآن تسود وأنها قيمة إيجابية وقيمة جديدة والمعرفة التي أصبحت مصدر للميزة التنافسية أصبحت الشركات تبتعد عن النظرة التقليدية التي تقول بأن الإنسان هو عبارة عن آلة ويجب أن نستثمر فيه ويجب أن نفعل ويجب أن نقول ويجب أن نتحدث في هذا المجال أصبحت أصبحت الشركات تدرس على أن الشركة تتكون من نوعين من رأس المال رأس المال المعرفي ورأس المال المادي ورأس المال المعرفي هو أغنى بكثير وأثمن بكثير من رأس المال المادي لماذا؟ لأن الشركات تدرك بأن الشركات الأخرى المنافسة التي تكون موجودة في حق للمنافسة أنها لديها الإمكانيات لشراء آلات جديدة ولديها الإمكانيات لشراء أبنية جديدة ولديها الإمكانيات لتطوير بنية تحتية في هذا السياق ولديها ولديها وبالتالي فرأس المال التقليدي المادي الذي هو أساس سابق للميزة التنافسية أصبح اليوم معرضا للكثير من الانتقادات وأصبح نقطة ضعيفة يمكن تقليدها بسهولة وبالتالي لا يمكن التعويل عليه لاستدامة ميزة نافسية في هذا السيارة لذلك المفكرين في هذا الإطار طوروا وقالوا بأن المعرفة الموجودة بشقيها الضمني وشقيها وشقها الصريح هي مصدر للميزة التنافسية في الشركات وهذا المصدر من الصعب إن لم يكن من المستحيل تقليده لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نقلد عاملين يحملون أفكار ويحملون رؤى ويحملون ثقافة جيدة ويحملون معتقدات ولديهم خبرات ولديهم أساس قوي في العمل ومهارات قوية ولديهم مولاء للشركة ولديهم إطار عمل فكري قوي يطور من الشركة ويمنحها الكثير من الميزات وأن الشركات أدركت هذا السياق لذلك فإن هذه النقطة تعالج بهذه الطريقة يعني أن الشركات أصبحت اليوم تبني ميزة تنافسية على هذا الأساس لذلك عندما تجدون أن شركة فايزر حصلت على التمييز في إنتاج اللقاحات جاء ذلك من ماذا؟ من أفكار الأشخاص المبدعين الموجودين التي لا تستطيع أي شركة أن تقوم بتقليد هذا المنتج ولا تستطيع أن تقوم بتقليد هذه الأفكار ويمكن أن تطور أفكار لكن بعيدة عن فكرة هذه الشركة كذلك بالنسبة لشركات أخرى في هذا الإطار تعمل فأن التمييز يكون فيها مبني على المهارة الموجودة لدى العاملين والثروة البشرية والثروة الفكرية الموجودة في رؤوس العاملين الموجودين لدى الشركة ذلك حتى الآن أيضاً تحولت الشركة إلى ما تسمى بالمنظمة المتعلمة التي دائماً هي في حال التعلم لا تتقوقع على نفسها وتقول أنا لدي كل شيء فدائماً تأتي بالجديد من حيث التعديلات والسياسات والإضافات والمرونة والعمل عن بعد وكل الأفكار الحديثة من السهل تطبيقها في الشركات لماذا؟ لأنها أصبحت بيئة خصبة للتعلم وأخيراً وصلت الأفكار إلى ما يسمى بريادة الأعمال وريادة الأعمال لا نعني بها ريادة أعمال الأشخاص الذين ينطلق عليهم رواد الأعمال الذين يتميزون بوجود أفكار ريادية يقومون بتطبيقها على أرض الواقع بل لدينا رواد الأعمال ولدينا الشركات الرائدة في مجال الأعمال فالمنظمات والمؤسسات أيضاً هي مؤسسات ريادية هناك شركات ريادية فشركة أبل شركة ريادية دائماً تجرب الجديد ودائماً لديها شغف في كل حديث وكل جديد ولديها صورة سباقة ولديها إطار فكري متطور ولديها حب المخاطرة والدخول إلى أسواق وغيرها وبالتالي كل صفات الريادية تكون موجودة لدى هذه الشركات لذلك تسمى هذه الشركات بالشركات الريادية تلك الشركات التي تدخل يعني أسواق وتطرق أسواق وتدخل بيئات فيها مخاطرة وتقوم بإنتاج لاحظت شركات السيارات التي تدخل أسواق سيارات الكهربائية وشركات التي تقوم بإرسال يعني الأشخاص والمسافرين إلى القمر وإلى مثلاً الكواكب الأخرى وبالتالي فكلها عبارة عن أفكار ريادية تبنتها شركات وتحولت هذه الشركات إلى شركات رائدة لأنها أيضاً تتميز بالجنون الفكري مثلها مثل الأفراد الذين لديهم شغف لتجريب هذا الجديد ما أن ينجح يمكن أن تقفز الشركة إلى محطات عالية جداً في عمل العمل في السوق والتطور في السوق هذه الأفكار التي يمكن أن نطلق عليها مسيرة التطور الفكري لإدارة الأعمال فبدأت بالجانب الكلاسيكي التقليدي ثم جانب العلاقات الإنسانية ثم الجانب التجريبي ثم جانب النظم الاجتماعية ومن ثم وصلنا إلى المدارس الحديثة والمدارس المعاصرة في هذا الإطار والتي أصبحت تعنى بالبشر وتعنى بالآلات وتعنى بكل شيء وبالأفكار وبالسياسات وبالجراءات وبالتطوير الهيكلية العامة للمنظمة وبالتالي أصبح الفكر الناضج هو الذي يسود نتيجة التسلسل المنطقي والعلمي الذي تبنته تلك المدارس هذه الأفكار التي حاولت قدر إمكان أن أبسطها ضمن هذه المحاضرة في التطور الفكري للإدارة بشكل عام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم في محاضرات قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر